والمجالات يسعدنا اليوم أن نوقع هذه الاتفاقية لإنشاء هذه الشراكة مع صندوق الاستثمار برعاية دولة رئيس الوزراء انفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26-9 عام 2017 بإتاحة أسطح المدارس الفلسطيني أمام المطور صندوق الاستثمار لتوليد الطاقة النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية وبالتالي توليد الكهرباء لصالح المدارس وبيع الفائض عنها للمجتمع المحلي وتخصيص جزء من هذا المال لتشغيل المدارس وبالتالي هذا سيوفر إمكانية لتنشئة جيل جديد يهتم بالثقافية البيئية هذا إنجاز وطني حقيقي على مستوى التعليم ونظام التعليم في فلسطين على مستوى الطاقة وقطاع الطاقة في فلسطين وعلى مستوى أيضا توطين الاستثمار في فلسطين من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني وإنجاح لبرنامجنا برنامج دول فلسطين في توليد الطاقة الكهربائية حتى نزيد ترجمة الاعتماد على نفسنا في موضوع الطاقة بشكل أكبر ومن أجل تحسين نوعية التعليم في فلسطين بشكل عام يعتبر هذا المشروع خطوة للأمام في إنجاز الاستراتيجية الفلسطينية للطاقة والطاقة المتجدة وكفاءة الطاقة الذي يمكن الحكومة من الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة بتمويل فلسطيني وخاصة في قطاع التربية والتعليم والمدارس حيث سيكون هذا كمختبر حي لجميع الطلاب في التعليم ترجمة نانسي قنقر